في جلسة شبه فارغة وجد وزير المالية الجديد حاج بابا عمي نفسه مضطرا لإيجاد تبريرات من شأنها قناع من حضر من أعضاء مجلس الأمة بجدوى برمجة مشروع قانون السوية الميزانية لسنة 2013 بأثر رجعي أرغم أنها لا تقدم ولا تأخر في الوضعية المالية الحالية تحفظ وزير المالية بابا عمي على إعطاء إجابات مقنعة من شأنها تقديم مؤشرات على نوايا حكومية لأعادة الاعتبار للعملة الوطنية التي باتت تسجل انهيارات تاريخية متتالية ملقيا باللائم على بنك الجزائر والمؤشرات الاقتصادية الكلية الحالية التي ترشح الدينار لمزيد من السقوط الدينار هو من اقتصاص بن الجزائر ويتم تثبيت قيمة الدينار بقواعد علمية واقتصادية بحثة خليفة عبد الرحمن بن خالفة حرس على الظهور بأكثر رزانة مؤكدا وفاء الحكمة بالتزاماتها المالية بما فيها فتح مكاتب صرف العملة التي يقانى أنها تسير في التاريخ الصحيح واستنى النور التي ما يتم ضبط الإجراءة بالتنسيق مع بنك الجزائر وبخصوص زيارة رئيس بنك الأفامي يعتبر الزيارة جد عادية كونها كانت مبرمجة منذ فترة ولا تدل بالضرورة على عودة الجزائر للمديونية الخارجية التي باتت شباحة مياه في ظل غياب البدائل الجاهزة من كماش الاحتياطات المالية